تحياتي لكم جميعاً وبتمنى تكونوا لكم بخير اليوم الليلة الثانية من دور الأبطال وأخيراً حققنا أمنيتنا بأنه نطلع يومين وربعاً مباشر بدون ما يصير معي أي شيء والحمد لله احنا معكم المباريات اليوم هادية شوي يعني مش بذلك الحماس مش بذلك التوتر ربما أهم مباراة كانت حتى كمصير فريق كبير منشوفه اليوم كانت مباراة ميلان واللي انتهت بالتعادل واحد واحد وأصبح وضع ميلان شوي صعب يعني أصبح محتمد كثير على نتائج الآخرين وعلى نتائجه وأعتقد حيواجه مشكل كبير إنه صعب يفوز على أتلاتكم في مدريد وبالتالي إنه على الأغلب الفريق هذا يعني ممكن يروح دوري أوروبي أو ممكن ما يلعب شيء ويروح على الدوري البعض بقولك أحسن يروح على الدوري نعم أحسن يروح على الدوري عشان يركز بدنياً يلعب بدنياً ويحاول يفوز بالدوري اللقب اللي هو زمان ما فاز فيه أعتقد آخر مرة من 2011 لكن الفكرة كل المشكلة هون إنك عم تكسر الفلوس تكسرك 30 أربعين مليون زيادة والإنتر جرب هاي التجربة وبعد ما خسر كل هالفلوس الطري بيع الفريق نتيجة مشاكله المالية زي ما حكينا هذا بالنسبة للموضوع الأول موضوع ميلان موضوع نفس المجموعة ليبربول وأتلتكم كان في رغبة واضحة عند ليبربول إنه ينتقم بقشدة من اللي صار فيه مباراة دور الأبطال مرة مباراة الأنفلد الشهيرة لما أتلتكم وطلحهم كان في رغبة واضحة إنه بفعل يعني فين أحكي بن قسين يعني أحكي الجملة نفسها بس كانوا محبين نذلوهم الله ستر أتلتكم كان مباراة ممكن تطلع خمسة أو ستة في بعض المواقف مع طرد طبعاً الأمور صارت أسهل أتلتكم كثير أبطأ من ليبربول ليبربول كثير أذكى لعبين وكثير من سجمين مع بعض في أفكار عمتنعات حفظينها كثير كثير من أولها وهذا كله بيخلي طبعاً ليبربول متقدم بيخلي ليبربول كان واضح وكان بإمكان يفوز بشكل كبير جداً وبفرق مختلف تماماً بفرق مختلف تماماً على الأتلتكم نجي سيميون يخسر بهدفين ما زال عنده فرصة تأهل لما يلعب في منعبه هذا بالنسبة لطبع ليبربول لازم ما ننسى واحد الأحسن اللاس اللي يتمركز داخل منطقة الجزاء بيعرف يوقف في مناطق فعالة بشكل مش طبيعي وأرنولد اللي صار في خطة دائماً إنه صلاح مع هندرسون مع حتى أي لعب ممكن يمين لجهته حتى بعض الأحيان رأس الحربة في خطة إنه أرنولد يفلت ويلعب العرضية مرتاح عشان بفرق كثير روعة مجموعة ريال مدريد أنا عم بقرأ التعليقات وإذا فيها أسئلة إن شاء الله بنحكي فيها من روع على ريال مدريد ريال مدريد يعني أنا متفاجئ إنه المدريديين متفاجئين هذا مفاجأتي إنه أنتو آخر السنين كلها ريال مدريد في دور المجموعات مش ريال مدريد اللي إحنا بنعرفه مش ريال مدريد اللي إحنا بنكون متوقعين منه شيء بأوروبا أصبح دائماً دور المجموعات فلسفته اللي هو يفوز بأقل مجهود الآن في واحد بيقول لي شو مشكلة كاسيميرو من أول موسم في مشكلة عند كاسيميرو بمستوى في مشكلة بحالته البدنية وفي مشكلة بتركيزه بتحسه مش مرتاح بتحسه مش كاسيميرو نفسه مش نفس شغف كاسيميرو القديم يعني في شيء انضرب بكاسيميرو ممكن طلعت زيدان ممكن تقدم العمر شوي شوي عادي يعني بتصير مع الناس إنه مش اللاعب ما بظل نفس الشخصية فقط جزء من هذا الشغف فقط شيء من حالته البلانية هذا واضح ممكن مع الوقت يتعالج هذه المسألة لكن هذا هو بالنسبة لكاسيميرو كاسيميرو خلصنا موضوع كاسيميرو موضوع يعني مدريد مدريد فاس بأقل مجهود ثنائية جونيور بنزيمة حرام ما نحكي فيها ثنائية أصبحت ممتاز جداً وبتذكرني مع فارق التشبيه بس بتذكرني بثنائية يوماً ما صارت في أرسلال بيركم كان الخبرة وهنري كان السريع والشاب الصغير اللي طالع طلع قوية فهذه الثنائية بتشبهها في واحد تكنيكا العالي تقني عالي بيطلع كرة بطريقة مش طبعية وهو بنزيمة بقدر يسجل من مواقف صعبة بنزيمة وفي واحد سريع بيخلق لك فوضى وهدول اتنين بيكملوا بعض بهذه الطريقة ثنائية ممتازة قدر يخلقها أنشلوتي أفضل صراحة من اللي خلقها زيدان حتى الآن وأنا أعتقد السبب الرئيسي أنه أنشلوتي عامل جونيور بعدل أكثر من معاملة زيدان هذا بالنسبة لهذه المباراة مباراة الثانية الشريف طبعاً واضح جداً أنه هو يشبه باتي بوليسوف لما يجى وغلب باير ميونيك ثلاثة واحد وكان فايز المباراة الأولى في دور أبطال وحكينا عنه نونادي مش طبيعي بعدين تخلص بالفوزين هدول وراح دور أوروبي وطلع بسرعة أعتقد شريف نفس الوضع عمل مغامرة حاول فاز بعدين خلص أعتقد انتهت أموره إنه ما خابطني أنه هيطلع إلا إذا صارت معجزة فعلاً يروح غالب شختار مرة ثانية ومتعادل مع ريال مدريد وعامل مفاجأة ومعقد الأمور على الإنتر بس الإنتر الآن أصبح مصيره بإيده يفوز عشي اختار في ملعبه وأموره بتكون لإيله 100% وبيتأهل فالإنتر الآن أنا أعتقد بطريقه للتأهل الناس بيسألوني عن باريس الروح على مجموعة باريس مدام الناس بيسألون عن باريس مباراة باريس وليبزيك اليوم كانت حتروح لليبزيك زي ما بتعرفوا إلا بلحظة يعني خلاص فيه ركل جساء وفيه قوال عم بتضيع ثم سان جيرمان سجل التعادل عبر فينالدوم أحسن شي في مباراة لسان جيرمان إنه فينالدوم جاب قوال بس وهو لاعب مفيد لاعب بيعطيك توازن ولاعب بيعطيك شخصية ولاعب بيعطيك أهداف بس بوكتينو مش عارفي وظفه وأنا ممكن بعض الأحيان مدرك إنه بوكتينو مش بخيال كلوب ولا خيال غوارديولا ولا خيال تخيل مش بهذا المستوى أعلى منه شوي بس مدرك أيضا إنه كمان إن عمل معه مش طبيعي تجيب له ست سبع نجوم تقوله يلا دبرهم ولعبهم كلهم كويسين خصوصا في معلومات كثير بتقول إنه بوكتينو مش هو اللي كان بيطلب اللعيبة يعني كان على وزن إنه بفتح الباب بالقواحة الداخل فهذا الشي ما كان مريح لإله بس هو أيضا ربما أقل من تدريب كل هدول بس هو مدرب جيد مش سيء يعني ما كثير نبالغ فيه حتى الآن مش قادر يخلق فريق في سانت جيرمان وأعتقد السبب كثرة النجوم وكثرة اللعيب اللي قلقان فيهم بده حكيم يلعب زي حكيم الإنتر مش ضابطة معه فينالدوم لبربول مش ضابطة معه راموس مصاب نونو اللي على اليسار معه جايب سبورتنجليش بونا مش ضابطة معه طب ميسي أهم شي ففيه شي فقط وبدوش إمبابي يزعل وبدو نايمار يضلب دوره فالمسألة كثير صعبة عليه مسألة إنك ترضي الكل وما تغيرهم كلهم بهذا الشكل كثير صعب عشانك دائما النصيحة لما تجيب سوبرستار جيب واحد بتجيبش اتنين لأنه لو جبت اتنين على أغلب واحد فيهم حيفشل قصة رونالدو وكاكا مشهورة وكثير في التاريخ كرت وقدم لما نادي دفع كثير وجاب اتنين هذا في واحد بقول لي عازمك على قهوة عند مدرس الشاملي ممتاز مدرس الشاملي طبعا هي المدرسة اللي أنا درست فيها في الزرقة يعني فخلص إن شاء الله لما ننزل منشرب قهوة هناك خلصنا موضوع باريس سان جيرمان هذا ببساطة لايبزيك فريق عم يعاني هاي الفترة خروج ناكلزمان هزو اليوم في كلام ممكن يطلقوا مشروع رياضي تماما جديد وعم بفكروا يجيبوا المدير الرياضي تبع لي بربول واضح إنهم بدون رانجينيك بدون ناكلزمان الفريق بلش يخسر كثير الفريق بلش يشعر إنه حتى مشروع سالسبرج النمساوي بدلش يصير أسرع من مشروع ريضبول تا ألمانيا وهذا الشيء مش تهيك لازم يكون لازم يكون النمساوي فوقه الألمانيا حسب نظريتهم الآن انعكست نتيجة شيء خطأ صار هذا خلصنا بالنسبة لهذه المجموعة طبعا سيتي وكلوب بروج من أول دقيقة من بين السيتي بدي فوز بأقل مجهود وكل عقله من يونيتد كل عقله ديربي هو عارف إنه ديربي لازم يفوزه عشان حضوضه باللقب وعشان يبعد يونيتد من أي أمل إنه يرجع عم منافسة اللقب هذا واضح جدا اللي بيسألوني عن حكيمي الإنتر وحكيمي باريس تختلف كثير الأمور بيخلف دوره في الملعب أولا منعرف إنه هون بلعب ضهير هناك كان يلعب وينج باك هون بلعب فول باك يعني بلعب لورا شوي هناك كان يلعب أكثر متقدم كان ثلاثة يحموا في الدفاع الآن بيحميه اثنين فهو مش بنفس الحرية وهذا الشيء كثير يعني كثير عنده مشكلة كبيرة يعني مشكلة كبيرة يعني مشكلة كبيرة يعني مشكلة كبيرة يعني هم عندوش نفس الحرية بالنسبة للسيتي زي ما حكيت يعني أنا أعتقد لو لا لعب كامد يريح معظم اللاعبين ويحافظ الفوز واحد سفر بس يعني غارديولا دائما عنده نظرية إنه بعض اللاعبين لازم يضلوا يتحركوا أو يلعبوا ما يوقفوا وبعض اللاعبين يعني بيقدر يريحهم بأريحية زي دي بروين أو هذا كان كل تفكيره هناك وانتصر بنتيجة وشوفنا كانسله مرة ثانية بيعمل شوفنا كانسله بيسجل يعني بيصنع هاترك اليوم وبيكون واحد من النجوم الموجودين شو ظل المجموعات ذكروني اليوم شو ظل عنا مجموعات آه مجموعة دورتموند مجموعة دورتموند وخسارة دورتموند خسارة دورتموند مشكلة كبيرة لأنه ما غلب لشبونا بفرق غلب لشبونا بهدف ولشبونا حتى بعد المباراتين الأولانية السيئات ما شاء الله عنه ماشي معه صار معه ست نقاط يعني أخذ بشكتاش بربعيات مع بعض وهذا واحد بقولش مش ما تنصف من زي ما بنرجع له بنرجع له بالنسبة لها بنرجع لموضوعنا الأول لموضوع دورتموند وآيكس موضوع دورتموند وآيكس الآيكس طبعا بالعلم بلعب مستوى الآن بيشبه مستوى اللي قبل لما وصل نصب النهائي مستوى كويسة كثير تكتيكيا سرعة مهارة لأن الفريق رجع رجع شي من قوة آيكس رجع شي جميل جدا يبدو أنه اختلال الخروج ديونجو دي لغ تتوازنوا مرة ثانية وتنهائج عم بيصنع فريق جيد وواضح يعني أنه خلص رحلة تأهل ومش هستغرب لو شفته عم بتأهل لدور الثمانية أيضا لأن الفريق فريق حلو فريق حلو فريق سريع فريق مهاري وبنفس الوقت تكتيكي وهذا الشي بيخليك كثير أصعب ما بتتوقع طبعا هذا بالنسبة لأيكس سبورتينجليشبونا عنده فرصة يفوز وإذا فاز على دورتموند معناها احتمال يتأهل في ناس بكتبولي الصوت أنا أعتقد في ناس ما بتعرف أنه بعض الأحيان اللايف لازم تكبس عليه عشان يطلع الصوت بس المشكلة أنا بحكي معكم الآن فما راح تسمعني لأنك مش كابسي الكابسي بالنسبة لبنزيم أنا ما بضلمه يعني بعض السوبر ستار يعني ميسي ورونالدو ما منقدر نظلنا نمدحهم لما يجيبوا قوال بس إنه جاب قوال أو جاب قول ما بتحمد عن هيك إلا إذا جاب قول زي قول رونالدو مبارح يكون مفصل تاريخي أما إنك تسجل بش يختار منزيم هلا واضح جدا ما فيش نقاش إنه أهم لاعب بريال مدريد وأهم واحد بنبني عليه تكتيكيير بدون ريال مدريد وشوفنا لما نزل مستوى شو صار بشكل هجوم ريال مدريد هذا كله متفق عليه إعادته بصير ممل يعني بصير كثير مملة وما بدي أوصل لهذا موضوع يعني ما بدي أوصل لموضوع إني أعيد نفس الكلمات أنا بفترض وأعتقد ذلك إنه الحمد لله في ناس معينين في أصدقاء معينين بتابعوني من حلقة لحلقة فأظنى أعيد لهم نفس الجمل حيقول لك هذا بكرر نفسه وبيعيد نفس الكلام ويا كاتب التاريخ وهذا الكلام واحد بقول لي صلعتك وحشتتنا طبعا شرحت لكم مبارح بس اللي ما بيعرف أنا عندي 16 قوت مبراسي وإن شاء الله نشوف يعني قريبا ترجع يا شباب إن شاء الله إن شاء الله ترجع الصلاة فسا ما نقدرش نكشف لأنه هيكا الضربة إذا عندكم أي أسئلة إضافية إذا ما عندكم أي أسئلة إدارة نادي دورتمون تجارية بصحية نادي دورتمون هو نادي مطروح في سوق الأسهم جزء أساسي من استكماله شغلتين النجاح الرياضي وبنفس الوقت إعطاء الأمل بالمستقبل هاي لعبة الأسهم بالدنيا لجتب تشتري أسهم عشان السهم رح يكبر دورتمون هادي لعبته عنا بيلنغ هام عنا هالند شوف لحبتنا شباب وبنفس الوقت لازم يكون في نجاح رياضي يأمن يعني نتأهل دور أبطال أمرات منطلع دور 16 دور أبطال أمرات ثمانية ماين أمورنا تمام يعني في نجاح رياضي مرضي للمستثمرين والشي الثالث المهم النجاح المالي لازم على أرض الورق على أرض الواقع الحسابات المالية النادي ما يخسر ما ترجع كوابيس الإفلاس الماضي اللي صار في الماضي وللعلم يعني هي معلومة لكم قصة الجمعة عن موضوع دورتموند والإفلاس لكن مسألة دورتموند وسوق الأسهم هذه هي ببساطة عشان هيك هم بحبوا يجيبوا شباب ويبيعوا الأمل هلند بزيد السهم بلنجهام بزيد السهم وبالنفس الوقت بينجاح رياضيا فبضرب عصفورين بحجر مشكلة هازارد أنا الآن يعني ماحس بقولي شو مشكلة هازارد أنا أمنت تماما وجدا أن هازارد مشكلته مع أنشارتي أصبحت شخصية أصبحت شخصية والله بعض المباريات بدقول لازم يلعبها يعني مش لهالدرجة دكتور قول اسمي اسمك عبدو في بعض المباريات لازم يلعبها هازارت حتى لو أنه مستوى سيء يعني خلص انت دال فعله هالراتب وملعبه نزله أعطيه أخذ لياقته أعطيه بل كعامل رجع تعرفش ممكن يرجع أنا أشك أنه يرجع فأعتقد الآن واضح جدا أصبح أنه المسألة كثير شخصية يعني صارت كثير شخصية زيدان بيقول لي زيدان لوين زيدان واضح أنه على الأقلب بده يضل بفرنسا في كلام كثير ناس مقربين من باريس سان جيرمان بيقولوا إنه فعلا قالوا يعني ليش لا ما قالش أوكي بس قال ليش لا فما عنده مشكلة يكون باريس سان جيرمان منامح يكون في فرنسا واحد بيقولي بدكش تزرع شعر يا ما اجتني عروض ويا ما شفوني شركات ويجو بيحكولي ازرع شعر مستحيل أنا زلمي برضه بخلقة ربنا ومكمل فيها للأبد أكتر فرقين مرشحين لنهائي كثير 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 بدري شهر 10 شهر 11 أشهر بتأدي للإستقرار شهر 12 شهر واحد مبلش نعرف ميت الفرق مع إنه ما تصير مفاجئة واحد ينطرد ويجينا مدرب ثاني زيته خيلو هاينكس يعني واحد بيقول إن شاء الله رمثة ياخد الدوري إن شاء الله ونبرك لكم كمان اتشافي آخر خبر حتى الآن حتى اللحظة اتشافي ما تتفقت إدارة برشلونا مع إدارة السد حتى الآن ما في اتفاق في مفاوضات بكرة الحل الأسهل لكل الناس إنه ياخي إدفع القيمة تفسخ العقدة وريحونا بساطة يعني إدفع الخمسة مليون هذا العقدة بس يبدو إنه برشلون بيفاوض إنه ما يدفع الخمسة مليون ويبدو إنه برشلون بيفاوض إنه ما يدفعش أصلا وبالتالي هناك الطرف القطري عنده طلبات معينة واعتقد احدى الطلبات انه برشلونة وربما برشلونة بلا بورتا ييجي يلعب بقطر او ربما لابورتا ييجي لانه في مسألة سياسية بينهم انا هذا اعتقاد الشخصي في الطلبات ومش معلومة هادي هي المسألة بس المنطق بيقول اللي شفنا الاجواء بعد مباراة اليوم اجواء ودعية فلادي السد فاهم انه راح يود تشافي بالاخير لا برشلونة بس بده يحق فبس بده يعني بده السد يحقق مكسب معين مكسب معنى ومعين بخروجه بالنسبة لاميلان طبيعي جدا ما يلعب كويس بابطال اوروبا لانه الفريق مش مصمم يلعب باوروبا الفريق مصمم يضل بالدوري الان توب فور الان هو متصدر وممكن يجيب دوري هذا شي تاني بس مش مصمم انه يجيب دوري ابطال اوروبا مش مصمم ان يلعب باوروبا بعيد بس هذا بساطة واحد يقول لي كونتي مع توتنهام اليوم عملت فيديو بسيلفي سبورت على اليوتيوب اللي يسألوني روحوا شرحوا شرحنا عن أهميته كاملة شو وضعه برشلونا إذا عكس ما يصل يعني واحد يقول لي إذا ما زلت أمور تشافي أعتقد حيخله المدرب الحالي سيرجيو مش أكثر ولا أقل إحنا منتظر يعني ممكن بأي لحظة طبعا يطلع قبر إنه يتفقوا على تشافي وكل هذا إحنا الآن اللي يسألني عن طرد أتلاتيكو يعني أنا مش كثير حسب السبب شو الطرد ليش الطرد يعني بس إذا كانت أنا أعتقد بعض الأشياء اللي عم بتصير في الدولة أبطر أوروبا حاليا في رغبة بإنه العنف يكون أقل ما يمكن العنف الزايد في رغبة إنه يكون كثير أقل ما يمكن واحد يقول لي فكرت تصير مدرب لا طبعا أنا صحفي أنا في الإعلام ومش كل واحد حضر مباراتين زي حالاتي يعني بصير بدو يدرب الناس أنه بفرق كبير عالم آخر تماما من خليفة بنزيمة في ريال مدريد وضح التفكير هالند وم إمبابي أو إمبابي ورأس حربة بيجيبوه بعد سنة أو سنتين إذا مش هالند بكون في واحد طرع خلال سنتين كنت القادمة بيطلع لعبين دايما هذا حيكون التفكير بنزيمة يكمل مع إنبابي سنتين ما يكون مطلوب منه أهداف يكون مطلوب منه دور تكتيكي ويرفع إنبابي لفوق بالأهداف والعدد وبعدين بلقوا واحد اتنين واحد بسألني سؤال انت كمحمد عواد شو رأيك؟ اللعب اللي بستحق الكورة ذهبية قلتها محدش يسألني هذا السؤال الثانية إنه اللي بستحق الكورة ذهبية بالنسبة لي محمد صلاح بالمجمل لكن بميل شخصيا إنه يفوز فيها ميسي رغم اللي مكاتب المراهنات بعد بعض التسريبات راحت كلها راحت كلها لاتجاه واحد بقول لي مين ضربك على راسك ما ضربت على راسي فقطت الوعي وأنا بمشي وأنا رايي على البيت ووقعت ومش ووقعت بالأحرى ضربت بأكمل حيط وبعدين ووقعت فالحمد لله على سلامتي على ما بس نيمار الغدار طالع بقول لي نيمار بيه شي غلط كل الأفراد في سان جرمان ما بعرف أنا أعتقد تقريبا أو قريبا حنسمع شي سيء ما بين بوكتينو اللعبين بيه شي مسجي واحد بقول لي شرائك بالمعلقين العرب مازالوا مميزين مازالوا كويسين ما بدي أكون بغدي أو بكلامي دبلوماسي بس اللي عم بصير أنه تغيرت الدنيا وهم ناس ما بتقدر تغيره بيوم وليلة تغير الدنيا أنه أنت على السوشال ميديا الآن بتعرف 500 معلومات الثانية بتعرف المعلومات الأول بأول خلال المباراة إذا لاعب سعل بتعرف ليس سعل هو في هذا الوقت ما بيكون عم توصل المعلومات من زي زمان كان هو سابقنا الآن بطن قادر يسبقنا فالاسدوق القديم بده تغيير واحد بيقول لي شي سبب إصابتك سبب إصابتي شي بسموه اضطراب ثاني أكسيد الكربون في الدم والحمد لله مسيطر عليه الآن يعني أمورنا كويسة مستوى صراح؟ بصراحة أنا ما ركستش كثير مباراة لبربول وأتلاتيكول لأنني عندما شفتها نحسمت بلشت أقلب بين المباراة الثانية واستمتعت أكثر في دورتموند وآيكس واحد بيقول لي انتقد المعلقين للمباراة دكت حط حالك مكانهم برجع أحكي حطوا حالكم مكان الناس إلا إذا معلق بالغ بالسلبية بالغ بالمبالغة بالغ بالمعلومات الخطأ أب ننتقده أما أداءه عجبك ما عجبك هذي والله مسألة ذوق شخصي تماماً وأنا بعض المعلقين اللي بحبهم لما أحكي الناس اللي بحبهم يقولون كيف تحبه؟ فكالدنيا يعني هي أدواق نتحمل الناس والناس تتحملنا وهذه هي الشغلة يعني بخصوص الكورة الذهبية برجع أحكي حكيت رأيه وشرحته بحلقة مبارح شرحته بحلقة اليوم شباب فلو سمحته روحوا شوفوه وهذا أنا حوصل هون نهاية الفيديو بحكي لكم تسبوع خير والله سعيد فيكم جميعنا يا محمد يا حمدي شكراً كثير لإلك وشكراً كثير لإلكم جميعكم ودائماً حيكون بواحد بقول لي اسم طرفين نهاية الأبطال قلت لك بدر كثير لو بدي أحكي اليوم حقول مرة ثانية هشوف سيتة وليفربول في النهاية أو سيتة ويتشيلسي هنشوف نهاية إنجليزة ثانية بس نصبر ليش مش بايرم يونه؟ ليش ما حكيتش بايرم يونه؟ لأنه بايرم أظهر أنه عنده مشاكل دفاعية حتى الآن أسوأ من الموسم الماضي عنده مشاكل دفاعي فممكن مباراة طفلة من نوبل أبطال نوصل هون نهاية هذا الفيديو آه خليني أوقف مع سؤال واحد قال لي مين خليفة كلوب المناسب عشان يواسط البناء؟ أنا أعتقد كلوب حيطلع بـ 23 وأعتقد اللي جاي بالمنطق الإعلامي والدعم الشعبي هل هو مناسب ولا مش مناسب؟ حنيعرف لما يتعين تصبح آخر شباب ونشوفكم إن شاء الله في بث مباشر قريباً السلام عليكم ورحمة الله